السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ ما تيجوا نعمل يلا الاجنحة المشوية بالتدبيلة الوهمية عايز اقول لكم بقى اجنحة فراخ مع شوية بطاطس مشويين بتدبيلة لذيذة جدا واو هتاكلوا صابعكم وراها تعالوا بينا كده نشوف الجمل ده كله تعمل ازاي؟ خلطة لذيذة جدا والنتيجة بجد طحفة جدا جدا ربع كوباية كاتشاب او هوتسوس ربع كوباية من الزبادي او اللبن الرايب معلقة من دبس الرمان ومعلقة من الصياسوس لو متاح هحط هنا مرقة فورية وكمان معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة بصل بودر توم بودر هحط كمان زعتر وقادي كمان الملح معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ويلا بينا بقى ندي رشد شطة عصير لمونتين هايل جدا يلا نضيف كمان حوالي ربع كوباية كده من الزيت ويفضل يكون زيت زاتون هنخلط الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا ويبقى عندك تدبيلة بجد خطيرة هركنها على جنب بقى ويلا بينا احضر البطاطس هنا هجيب كمية البطاطس اللي انا عايزة شويها هقشرها واخسلها وبعد كده هقسمها نصين وكل نص قطعه على تلاتة بالشكل ده دي تقطيعة الويجز ركزوا معايا كده في التقطيعة يبقى على نصين وكل نص هاخده على تلات قطع بالشكل ده خلصت كل الكمية اللي انا عايزاها احطها في طبق غويت وعليها شوية من التدبيلة اللي احنا عملناها سوا ادعت كده البطاطس في التدبيلة واركنها على جنب وهنا بقى اكون غسلت الجوانح بتاعت الفراخ تمام وشلت منها الجزء اللي بقى الاخر فيها وابتدي اشرحها بالسكينة علشان التدبيلة تدخل جواها طبعا تقدري تستخدمي اي قطع من قطع اي فراخ دبابيس اوراك صدور زي ما انت عايزة بس هنا انا استخدمت اجنحة الفراخ عشان اعمل فيها تغيير شوي عن المعتاد هحط بقى التدبيلة وابتدي اتبل الاجنحة وادعكها كويس عشان التدبيلة تدخل جواها واسبها كده في التلاجة ساعة بعد كده هبتدي اجيب الصنية ادهينها زيت كويس جدا وارص بقى الاجنحة المتدبلة اللي قعدت في التدبيلة حاولي ساعة كده علشان تتشرب منها بعد ما رسته ما هرص كمان البطاطس والبطاطس برضو اتتبلت وبقت زي الفل كده احنا جاهزين جدا فرن يشغال وسخن جدا جدا على درجة حرارة 220 والرف الاقرب للارضية هدخل عليه الصنية الخطيرة دي علشان اسيب الاجنحة والبطاطس يتشوه طب نغطي لا مش هنغطي هو من غير تغطية ومن غير حاجة هيطلع معاكي مستيوه طحفة جدا بالشكل ده اول ما تخرج وهي سخنة يلا هوت سوس او كاتشاب وابتدي كده ايه بالفرشة ومشي عليهم يدي لمعة ويدي طعم لذيذ جدا كمان على البطاطس طحفة ماشاء الله عندك بقى دونس بقى يلا خرطي ووزعي عليها بالشكل ده حضري العيش ويلا بقى بالهنة والشفة شايفين العظم بيخرج ازاي ده دليل ان الاجنحة استاوت والطحفة جدا جدا والبطاطس كمان عصرة لمونة بقى يا جماعة وبقى الفهنة وشفة اكلة خطيرة لذيذة مش هتوقفك في المطبخ كتير من الاكلات الصيفية الطحفة الخفيفة كمان على المعدة تقدري كمان تعملي فحماية لو انت حابة تبقى بطعم الفح فتقدري تعملها فحماية وايه الجمال ده طحفة ترجمة نانسي قنقر